واحنا مش قولنا لحضراتكم ان الوضع في قلب دولة ليبيا يوشك ان ينفجر ما بين لحظة واخرى قولنا كلام ده لحضراتكم منذ عدة ساعات قليلة قولنا ان ليبيا تعتبر على مقدمة او على شفع حفرة تكاد ان تسقط فيها ويتم تدمير الوضع فيها بشكل غير مسبوق حاليا ومذر ساعات قليلة الوضع مش ينزر بكرسة فقط لغيره لكن ايضا الوضع ينزر باشتعال حريق كبير جدا في قلب الدولة الليبية خاصة بعد ما تم الاطاحة بحكومة عبد الحميد لتبيب رئيس الحكومة الليبية غير الشرعية المتشبس بزمام الامور عن طريق الميليشيات وعن طريق رجب طيب اردغان رئيس تركيا في ذات الوقت اللي بدأت الميليشيات الليبية المعاونة لعبد الحميد لتبيب تستعد ايضا لاشعال الحرب والمشاركة في اشعال الحريق خلونا بينا نعرف التفاصيل وبعد كده نقعد نحلل الوضع كده مع بعضين لكن قبلها شير لايك للفيديو ده وكمنتك الجميل انا احمد عبد العادي وانت من حقك تعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم مؤخرا القاهرة استضافت مشاورات لعدد من قيادات الدولة الليبية طبعا يهم الدولة المصرية في المقام الاول استقرار الوضع في قلب دولة ليبيا باعتبار ان هي لعمق الامن الاستراتيجي لمصر يعني ما ينفعش ان مصر تسيب الوضع هباء كده في قلب دولة ليبيا سيبوكم من كل اللجان الالكترونية القذرة التابعة لعبد الحميد لتبيبة اللي بتهاجم ايضا قناة مصر وبتهاجمنا بين الحين والاخر بزعم يا حرام ان مصر هي التي تتدخل في الشأن الليبي بينما رجب طيب اردوغان هو الذي يحاول انقاذ الوضع في ليبيا لان قانونيا وعلى حسب لوائح وموثيق الامم المتحدة وعلى حسب القوانين الاستراتيجية العسكرية ما ينفعش ان دولة تانية تسيطر على الاوضاع في قلب دولة ليبيا متخمة للحدود بتاعة الدولة المصرية ليه ده سيادتك انت كده بدأت تتهدد امن القوم خاصة في دولة زي ليبيا الوضع فيها زي الزفت الميليشيات مسيطرة على الاوضاع امسال عبد الحميد لدبيبا بيعقده الصفقات القذرة مع امسال رجب طيب اردوغان اللي احتلت دولة ليبية منذ عام 2011 وسيطر على مقدرات الامر في قلب الوطن الليبي بدأت الحدود المصرية تستباح طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي بعت الرسالة بتاعته الشهيرة سرته الجفرة خط احمر لما بدأ رجب طيب اردوغان يتحرك في اتجاه المنطقة الشرقية من الحدود المصرية ده شغل تهريج اللي جاءنا الالكترونية يقول لك ده مصر هي اللي بتتدخل في الشأن الليبي تما تتنيل على عينك وعين اهلك وتحافظ على الوضع في قلب دولة ليبيا بما لا يؤدي في النهاية لا تدخل مصر ولا تدخل تركي ولا تدخل روسي ولا تدخل امريكي انت عندك حدودك مستباحة انت عندك الدنيا متنيلة بستين الف نيلة في قلب الدولة الليبية ما انتش عارف تدافع عن امنك القوم وبالتالي انا لازم اؤمن حدودي الغربية اللي تعتبر هي الحدود الشرقية لدولة ليبيا فانت دلوقتي بتستحل او بتوبيح لامثل عبد الحميد لتبيبة ان هم يسيطروا على الوضع هو ورجب طيب اردوغان بينما لما مصر تعمل من اجل استقرار الوضع في قلب دولة لابيا انت تقول لا ازاي مصر بتتدخل تم تتليها على عينك وتمنع التدخلات كلها بما فيها تدخل رجب طيب اردوغان طبعا ديت عبارة عن صفقات قذرة ما بين رجب طيب اردوغان من جانب وما بين التنظيم الدولي لجماعة الاخوان الارهابيين وما بين عبد الحميد لتبيبة من جانب اخر كله تجمع عشان يحققوا الاجندة عبد الحميد لتبيبة ما يهموش غير مصلحته الشخصية باعتبر ان هو رجل اعمال فاسد اساسا ورحته تزكم الانوف رقم اتنين رجب طيب اردوغان يهم السيطرة على النفط الليبي كذلك ايطاليا كذلك امريكا كذلك فرنسا كل الدول الموجودة في قلب دولة ليبيا يهمها مصلحتها فقط لغير مطلوب بقى من مصر تسيب الوضع مستباح اللي حصل ايه مصر تسعى قدما من اجل استقرار الوضع في قلب دولة ليبيا شافت الوضع زفت طين متنيل بستين الف نيلا ايه اللي حصل استضافت مشاورات لتوحيد السلطة السلطات غير المنتهية سبوكم من عبد الحميد لتبيبة لان الولاية بتاعته انتهت منذ عدة سنوات لان كان المفترض جدلا على حسب مواثق وقرارات الامم المتحدة عبد الحميد لتبيبة يتولى ادارة الدولة الليبية كرئيس لحكومة انتقالية لمدة سنتين الراجل بمجرد ما كوش على السلطة بدأ يقض الصفقات القذرة مع كل الدول المستفيدة من بقاء الوضع على ما هو عليه النتيجة الوضع اتنيل بستين الف نيلا على ايد امثال عبد الحميد لتبيبة فعبد الحميد لتبيبة انتهت وليته هو يقول لك ايه انا الرئيس الوحيد للحكومة الشرعية في قلب دولة ليبيا بناء على قرارات الامم المتحدة طيب ما تكمل ما تكمل نص القرار نص القرار الامم بيقول ان عبد الحميد لتبيبة فقط يتولى قيادة الحكومة الانتقالية لمدة سنتين بعدها مجلس النواب الليبي يختار رئيس للحكومة بديل فمصر لما شافت الوضع بيتضهور والدنيا بدأت تبوز والوضع بدأ يتنيل بستين نيلة استضافت مشاورات لتوحيد السلطة غير المنتهية وبالفعل تم عقد اجتماع سلاسل اجلها بين رؤساء مجلس النواب المجلس الاعلى للدولة الليبية المجلس الرئاسي في القاهرة والكلام ده كله برعاية جمعة الدول العربية طبعا عبد الحميد لتبيبة الطبيعي ان هو يرفض مثل هذه المشاورات ليه؟ لاني الطبيعي ان هما هياخدوا قرارات ضده ليه؟ لاني هو غير شارعي رفضت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد لتبيبة في ليبيا استقبال مصر لما وصفته باجسام موازعة ازاي انت يا قاهرة تستضيفي اساسا قيادات ملها الشارعية انا الوحيد الشارعي سبحان الله الشخصية الوحيدة غير الشارعية هو الذي يتحدث عن الشارعية اقولك انا الشارعي والباقي غير شارعي زي المجنون شايف كل الناس اللي حواليه مجنين بينما هو الوحيد العاقة ما انت شايف كل الناس غير شارعية بينما انت سيادتك انت الوحدة فقط لا غير انت الشارعي اه ازاي مصر تستضيفي اجسام موازعة وقال اه ان هذه الاجسام الموازعة اللي هي السلطات الموازعة او القيادات الموازعة لا تحظى باي اعتراف دولي طبيعي طبيعي ان الكثير من دول العالم لن تعترف بالقوى والسلطات الشرعية الحريصة كل الحرصة على مصلحة الشعب الليبي لان مش من مصلحة الامم المتحدة التي يسيطر عليها امريكا ولا من مصلحة تركيا ولا من مصلحة الدول الاوروبية اه ان هما يعترفوا بالجهات والسلطات دي اللي استضافتها مصر لان مثل هذه السلطات حريصة على مصلحة الشعب الليبي وبالتالي هيجهدوا كل مخططاتهم في قلب الدولة الليبية اللي بينفذ المصالح الغربية في قلب ليبيا مين امسل عبد الحميد لتبيبة وبالتالي الطبيعي ان هما مش هيعترفوا بالسلطات والقيادات دي اكد بيان لحكومة عبد الحميد لتبيبة ان الشعب الليبي لن يقبل بالعودة مرة اخرى الى زمن الحكومات الموازية والمحاول الاقليمية والدولية التي ادت بليبيا بان كانت ساحة خلفية لمعارك وحروب ذات بعد دولي واقليمي يخرب بيتك عبد الحميد لتبيبة اللي عقد صفقات مع ايطاليا وعقد صفقات مع الكيان الاسرائيل وعقد صفقات مع تنظيم جماعة الاخوان وعقد صفقات مع رجب طيب اردغان رئيس تركيا بيتحدث عن انتقاده ورفض الشعب الليبي المزعوم لاي محاور اقليمية يخرب بيتك اما اللي انت عملت ده ايه طوال السنوات اللي فاتت فاكرنا حضراتكم نجلاء المنقوش اللي اختفت في ظروف غامضة اللي هي وزيرة الخارجية بتاعت حكومة عبد الحميد لتبيبة لما ورتها في صفقة قذرة مع الكيان الاسرائيل بمقتضاها عبد الحميد لتبيبة وافق ان هو يستقبل كل يهود العالم في قلب الدولة الليبية ويديهم الجنسية الليبية بحيث هيجي لحظة من اللحظات ان هما يحكوا بالوطن الليبي النتيجة لما اتفضحت ابعاد المؤامرة دية وابعاد الصفقة دية نجلاء المنقوش هربت عن درجة بطيب اردغان استضافها هناك لانقاذها وانقاذ العنق بتاحها لان كانت على وشك ان رقبتها الطرف المسألة دية يعني ايه لمؤاخذة؟ يعني عبد الحميد لتبيبة فعلا عقد الصفقة القذرة دية من كل انحاء العالم وقرر يوطن اليهود في قلب دولة ليبيا ليه ما هو كده اليهود في لحظة من اللحظات هيحكموا الدولة الليبية وهيحكموا افريقيا كلها بالشكل ده طالما ان هما خلاص حصلوا على الجنسية الليبية وتم توطنهم في قلب دولة ليبيا هي كمان النتيجة خلاص انت عاوزة اكتر من كده اصبح الكيان الاسرائيل واصبحت امريكا مسيطرة على مصر تونس الجزائر المغرب كلها افريقيا بلا استثناء خلاص شكرا جزيلا فطبعا تم فتح المؤامرة دية والصفقة دية النتيجة تم الاطاحة برقبة نجلاء المنقوش فسيادته جاي يتكلم على المحاور الاقليمية المرفوضة والمؤامات والكلام الفاضي ده كله شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية على ان وحدة ليبيا خط احمر والوقوف امام من يحاول تجديد الخروقات العسكرية وتعزيز الانقسام ايه وحدة ليبيا خط احمر فاكرين حضرتكم تصريحات عبد الحميد لتبيبة اللي قال فيها بالحرف الواحد كل اللي زين يتحدثون عن الميليشيات الليبية وانه لابد من تسليم سلاح الميليشيات الليبية لجيش موحد فاكرين كان رده على المطالب دية ايه رد بالحرف الواحد وقال بالحرف الواحد الميليشيات الليبية اصبحت جزء من المنظومة الامنية ولا يمكن الاستغناء عنها وكل من يتحدث غير ذلك فهي وواهم يعني ايه يعني الراجل ده عمره ما تحدث عن وحدة ليبيا هي دي تصرحات عبد الحميد لتبيبة دلوقتي جاي يتحدث عن وحدة ليبيا شوفوا بقى حضرتكم اللي حصل مصر اتحركت عبد الحميد لتبيبة اتنطت بناء على مذكرة تقدم بها خمسين نائب من البرلمان وبناء على مناقشات مستفيدة صوت البرلمان الليبي بالاجماع على انهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية اللي بيقودها عبد الحميد لتبيبة واعتبار حكومة اسامة حمد هي الحكومة الشرعية تعترف بقى ايه الامم المتحدة ما تعترفش الله لا يجعلها تعترف بحكومة اسامة حمد شيء ما يخصناش تم الاطاحة بحكومة عبد الحميد لتبيبة واللي اعترف بحكومة اسامة حمد وصوت النواب خلال جلسة عامة كذلك على سحب صفة القائد الاعلى للجيش من المجلس الرئاسي واعطاء الصفة لرئيس البرلمان كما جاء في الاعلان الدستوري رئيس البرلمان عقيلة صالح في كلمة اثناء ترقص الجلسة العامة قال ان المرحلة التمهيدية التي جاءت بالمجلس الرئاسي الحالي وحكومة لتبيبة انتهت بانتهاء المدد المحددة ليها ولم تحقق ثمت شيء ثم قال طبعا ان احنا لا يمكن ان احنا نتراجع للخلف وان دولة ليبيا وكل السلطات الشرعية في طريقها لتحقيق مصلحة ليبيا ووحدة ليبيا طبعا التحركات دي بدأت تزيد من حدة الانقسام السياسي في ليبيا وبيعدها الى نقطة الصف وما فيش اي مؤشرات على وجود توافق او رغبة محلية ودولية لانهاء مرحلة الجمود السياسي اللي بتعيشوا الدولة الليبية الامم المتحدة امريكا روسيا رجب طيب اردوغان رئيس تركيا كل الدول اللي الموجودة في قلب الدولة الليبية حرصين كل الحرص على بقاء الوضع على ما هو عليه لان طالما ان الوضع بقي على ما هو عليه فحضراتكم بالشكل ده هيستفيدوا من النفط الليبي وهيستفيدوا من الدخول لكل منطقة القرن الافريقي بلا قيد او شرط طبعا متوقع لغة السلاح هتكون هي الفيصل متوقع حشود عسكرية من قبل امثال عبد الحميد لتبيبة خاصة وانه كان يغضق الاموال على كل الميليشيات التابعة له وبالتالي المصالح هتتلاقة هيعلن الانتفاضة لان هو لو سلم يبقى معنى ذلك هيتم محكمته وهيتم سجنه وهيتم تسليم سلاح كل الميليشيات التابعة له يعني ليبيا هتبقى دولة وهتبقى هترجع دولة كما كانت الوضع ده طبعا مش مناسب لأمثال عبد الحميد لتبيبة ولا الميليشيات ولا الدول الغربية وبالتالي كلهم بلا استثناءة يتكتلوا من اجل دعم عبد الحميد لتبيبة منذ ما اطلع عام عشرين اتنين وعشرين كان نواب البرلمان حاجة بثقة عن حكومة عبد الحميد لتبيبة وتم تكليف حكومة اخرى لكن ما تمش استلام مهامها في العاصمة الليبية ترابلوس بسبب رفض عبد الحميد لتبيبة تسليم السلطة لان هو قلب الحرف الواحد انا الشرعية والشرعية انا وانا مش هسيب السلطة بتاعته ومش هسيب رئاسة الحكومة الا بعد اجراء انتخابات شرعية طيب السؤال اللي طرح نفسه طيب ما تعمل انتخابات شرعية طيب انت مش هتسلم احنا ما عندناش مينع اعمل بقى انتخابات شرعية رفض عندما حان وقت اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هو اللي عطلها وقال بالحرف الواحد انه ليمكن بأي حال من الاحوال ان يكون لي منافسين لانه هو تقدم للترشح في الانتخابات الرئاسية عشان يسيطر على ليبيا كرئيس للبلاد فقال انا الرئيس الشرع انا هتقدم للترشح في الانتخابات الرئاسية طب ماشي تقدم بس القانون الانتخابي بيقول عليك انك انت تترك المنصب بتاعك قبل اجراء الانتخابات بثلاث شهر على الاقل لا انا مش هترك المنصب بتاعي انا مش هترك المنصب بتاعي الا بعد اجراء الانتخابات طب انت معنى ذلك انت مسيطر على الاوضاع في قلب دولة ليبيا وكان من بين البجاحة بتاعته ان سيف الاسلام القزافي نجل العقيدة الليبي معمر القذافي عندما تقدم للانتخابات الرئاسية قالك لا 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 الرجل ده ما يترشحش للانتخابات وأنا هسلمه للمحكمة الجنائية الدولية ليه الصهوم متهم بجرائم طيب ما ساعدتك القضاء اللي بيبرأ سيف الإسلام القذافي لا 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 أنا لازم أسلمه للمحكمة الجنائية الدولية يعني متأمر وهبل المفترض جدلا أن كنت تدافع عن كل رعاياك يا مولاي المفترض جدلا حتى لو أن فعلا المحكامة الجنائية الدولية طلب سيف الإسلام القذافي لمحاكمته كما يزعم هذا الرجل المدع عبد الحميد للتبيبة إن عبد الحميد للتبيبة لو عنده حسن نية وعنده ديمقراطية كان يرفض ذلك إنما يصر على ذلك لأن سيف الإسلام القذافي كان حواليه التفاف شعبي بيهدد عرش عبد الحميد للتبيبة رفض بقى يعمل الانتخابات الرئاسية بناء على تعليمات الولايات المتحدة الأمريكية لأن هي قالت بالحرف الواحد طولت ما سيف الإسلام القذافي مرشح للانتخابات الرئاسية لن نسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية ليس عتك لأن بوجود سيف الإسلام القذافي على رأس البلاد كرئيس لدولة ليبيا فيه سقوط المشروع الأمريكي في قلب قارة أفريقيا انت عاوز بقى ده سيف الإسلام القذافي صديق شخصي لفلادمير بوتين رئيس روسيا انت عاوز تجيب لي روسيا بعد ما أنا كنت مسيطرة على الأجواء وبناء على ما فيش حاجة اسمها أن سيف الإسلام القذافي يستمر في الانتخابات الرئاسية وزارة الخارجية بحكومة أسامة حمد دعت جميع الدول الصديقة والشقيقة إلى نقل الصفارات بتاعتها للمنطقة الشرقية بالذات في مدينة بنغازي لأن من منطقة ترابلس ومدينة ترابلس اللي هي العاصمة الليبية مسيطرة عليها الميليشيات بتاعة عبد الحميد للبيبة والتي تنعم بالأمن والأمان والاستقرار بشكل غير عادي أفضل من المنطقة الغربية لأن معروف أن المنطقة الغربية في ليبيا فيها توترات فيها ميليشيات أي حد يتصدى للميليشيات أي حد يتصدى لعبد الحميد للبيبة بيتم أتله في وضح النهار ما فيش حاجة اسمها قانون في المنطقة الغربية التي يسيطر عليها المشير خليفة حفتر استقرار بشكل غير عادي جيش موحد سلطة موحدة على أفضل ما يكون فهو أسامة حمد رئيس الحكومة الليبية الشرعية طلب من كل الدول الصديقة والشقيقة أن هي تنقل السفرات بتاعتها في مدينة بنغازي ثم بدأت حكومة أسامة حمد تمارس المهام بتاعتها رغم أنف عبد الحميد للبيبة حيث بحث أسامة حمد في بنغازي مع وزير خارجية الكونغو الذي تترأس بلاد اللجنة الرفاعة المستوى المعنية بالملف الليبي بالاتحاد الأفريقي مستجدات الوضع السياسي ودور الاتحاد الأفريقي في دعم جهود المصالحة الوطنية بالبلاد في ذات الوقت اللي احنا فجئنا بأن هناك تقارير إعلامية تحدثت عن إصدار المدعي العام العسكري التابع لحكومة عبد الحميد للبيبة أمر باعتقال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير طبعا عشان عبد الحميد للبيبة يسيطر على أموال النفط عشان يحولها لتركيا ويحولها لأي دولة أو يحولها للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان فبدأ يفكر أنه هو يعتقل محافظ البنك المركزي الليبي في ذات الوقت أنه فيه تشكيلات مسلحة عدة وصلها هذا التعميم ورفض التنفيذ ولم يصدر أي تأكيد رسمي لهذه التقارير في ذات الوقت اللي بدأت تشتعل المظاهرات في أنحاء متفرقة من الدولة الليبية حيث أغلق محتجون في ساعة مبكرة من صباح أمس طريق الشط وبعض شوارع ضحية سوق الجمعة احتجاجا على التحشيدات العسكرية وتدهور الأوضاع الأمنية بالعاصمة الليبية طرابلوس البيع عبد الحميد لتبيبا ساب الأمن في قلب العاصمة الليبية وتفرغ لمقاومة الحكومة الجديدة بتاعت أسامة حماد وبدأ يدافع عن العرش بتاعه الوضع الأمن تدهور الدنيا بازت الميليشيات بدأت تعيث في قلب طرابلوس الفساد في ذات الوقت اللي بدأوا يسيطروا على الأشياء بدأوا يقتحموا المحلات بدأوا يقتحموا المنازل بدأت المظاهرات تشتعل بشكل كبير جدا في ذات الوقت اللي أعلن فيه جهاز الردع التابع لحكومة الوحدة حالة الطوارئ إثر مخاوف من تعرض تمركزاته لهجوم خلال الساعات القليلة المقبلة وأظهرت لقطات مصورة انتشار آليات عسكرية للجهاز لتأمين طريق الشط والمرافق الحيوية بمنطقة وسط المدينة الدنيا بزت في قلب دولة ليبيا كل ده لأن عبد الحميد لتبيبا رفض أن هو يتنحى عن رئاسة الحكومة الليبية ليه؟ هو مدعوم من الأمم المتحدة مدعوم من أمريكا مدعوم من إيطاليا مدعوم من رجب طيب أردغان كل الجهات المشار إليها دي مستفيدة من بقاء الوضع على ما هو عليه نفط ببلاش موارد طبيعية بتروح للدول الغربية المذكورة سابقا ببلاش شعب ليبيا بيموت من الجوع طوز مفيش خدمات لشعب ليبيا طوز مفيش كهرباء أساسا رغم أن ليبيا من بين الدول أو من أبرز الدول المنتجة والمصدرة للنفط طوز أهم حاجة الدول المذكورة سابقا ينوروا للشعوب بتاعتهم ويأكلوا الشعوب بتاعتهم من موارد شعب ليبيا بينما شعب ليبيا احنا شيء ما يخصناش ولا يهمنا طول ما فيه أمثال عبد الحميد للبيبة موجودين وحارصين على مصالحهم من خلال الصفقات القذرة سقوا تماما أن الوضع سيظل على ما هو عليه الأمل في ربنا ثم في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الدولة المصرية لأن الدولة المصرية تعتبر هي الدولة الوحيدة الحريصة كل الحرصة على مصلحة الشعب الليبي وعلى استقرار الوضع في ليبيا لأن استقرار ليبيا من استقرار مصر الخونا والإرهابيين واللجان الإلكترونية اتبع الرجب طيب أردوغان والتبع العبد الحميد للبيبة اللي بتهاجمنا على طول بمجرد ما احنا بنقول الكلام ده هؤلاء الخونا والإرهابيين يقول لك ده رجب طيب أردوغان هو الحريص على مصلحة ليبيا وأن مصر بتحاول السيطرة على الوضع في ليبيا جاتكو خيبة سيطرة على ايه؟ يهم الدولة المصرية استقرار الوضع يهم الدولة المصرية أن هي توصل دولة ليبيا للشعب الليبي بحيث أن شعب ليبيا يكون هو صاحب المصلحة الوحيدة من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية بشفافية وعندما تسلم إدارة الدولة الليبية لهذا الرئيس الشرع المختار شعبيا دولة مصر هتول على الرحب والسعى ونحن نرحب باختيارات الشعب الليبي اشتركوا في القناة